بسم الله الرحمن الرحيم والله مصلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين نوع على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل قال الإمام أبو شجاع رضي الله عنه وأرضاه أن فعنا بعلومه في الدارين آمين في مثله المشهور المعروف بغاية الاختصار قال الحمد لله وتكللنا في المرة السابقة عن أركان الحمد وقلنا بأنها خمسة أركان حامد ومحمود ومحمود محمود به ومحمود عليه وصيره وفصلنا الأمر فيها تفصيلا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى ذلك ثم انتهينا إلى تعريف الحمد لغة ولم نبدأ فيه واليوم نبدأ في تعريف الحمد في اللغة ثم بعد ذلك نتكلم على الحمد فيه الإصطلاح ثم بعد ذلك ننطلق نكمل بقية المقدمة والعلم عادة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصابرة ومجاهدة والصطحية أسهل شيء ولكننا لا نجيدها والسهولة واليسر والسرعة في الكتاب وإنهائه بطريقة يعني مختصرة كل يجيده ولكن لا نجيده لكننا نريد أن نعطي كل شيء حقا مع عدم الإخلال بحالة المبتدئين ومع عدم الإخلال بمقصد الكتاب الحمد اللفظي وهو الحمد الحادث لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم سواء تعلق بالفضائل أو تعلق بالفواضل سواء تعلق بالفضائل أو تعلق بالفواضل لغة الثناء أي الذكر الجميل عند بعضهم ومطلق الذكر عند بعض آخر فذهب بعضهم إلى أن الثناء إنما يرد فيما إذا كان بخير ولا يطلق الثناء على الذكر بشر هذا مذهب لبعضهم يقول بأن الثناء لا يكون إلا في مقابلة الخير وبعضهم يقول لا هو في مقابلة الخير وفي مقابلة الشر واستعمل في ذلك حديث الجنازة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أثميتم عليه خيرا فهو خير ومن أثميتم عليه شرا فهو كذلك فأطلق الثناء في مقابلة الخير وأطلق الثناء في مقابلة الشر فهذا المستدل يقول بأن الثناء يطلق ويستعمل في الأمرين معا والقائل بذلك هو سلطان العلماء العز والقائل بأن الثناء إنما يستعمل في الخير هو جمهور العلماء وأيا كان الأمر فالأمر سهل وهي الثناء أي مطلق الذكر أو الذكر بخير والذكر لا يكون إلا باللسان فذكر اللسان بعد ذلك كما في التعريف الوارد في الكتب إنما هو لبيان الواقع الثناء يعني الذكر بخير أو مطلق الذكر باللسان فقولنا بعد ذلك باللسان هذا قيد لبيان الواقع طب وما المراد باللسان هنا؟ هل المراد باللسان آلة النطق؟ أم المراد بها مطلق الآلة المعبرة عن الحمد؟ هل المراد باللسان الآلة المعروفة التي يخرج منها الكلام الآن أو تساعد في إنشاء عملية الكلام؟ أم المراد بها آلة مطلق آلة النطق؟ حتى لو فرد أن الله سبحانه وتعالى خلق في اليد إمكانية النطق فنطقت بذكر الله وأثنت عليه خيراً كان ذلك حمداً فالمراد باللسان آلة النطق لا خصوص الآلة المعروفة لدينا يوم تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسلتهم وأرجلهم وأيديهم بما كانوا يعملون فالله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يخلق على الجوارح وعلى الأقدام وعلى الأرجل إمكانية النطق ويقول لها تكلمي فهذا جائز سبحان الذي خلق كل شيء أنت الآن تجلس وتسمع التلفزيون وهو يتكلم والرد وهو يتكلم والذي فعل ذلك هو الإنسان بتقديره رب العالمين سبحانه وتعالى فالله على كل شيء قدير قال على الجميل الجميل سواء كان جميلاً عند الحامد أو عند المحمود أو كان جميلاً عند غيرهما يبقى الذكر يعني باللسان على الجميل الجميل ده بقى أنه اللي هو أي ركن من الأركان ألم نقول بأن الحامد له خمسة أركان حامد الشخص الذي يصدر الحامد ومحمود الشخص الذي يقع عليه الحامد ومحمود عليه وإيه تاني هو محمود به وصيغاً على الجميل ده يترك أي ركن من الأركان من محمود عليه طب هل يشترط في المحمود عليه أن يكون اختيارياً نعم فإذا أكرمك الشيخ خيري زي أخونا كده أكرمني ووضع لي التفاح في الكو فأقول له جزاك الله خيراً هذه الكلمة التي هي جزاك الله خيراً حمد لماذا؟ لأنها ذكر باللسان على الجميل الجميل أنه وضع لي التفاح في الكوب طب وضع التفاح في الكوب ده أليس هذا أمر اختياري؟ نعم أمر اختياري يبقى الجميل لا بد وأن يكون اختيارياً يعني اختياري يعني داخل تحت القدرة أو هو يعني ناشئ مما فيه اختياري على كلام طويل بين العلماء ولذلك قالوا اختياري حقيقة أو اختياري حكماً ده فعل وضع عن كوب طب ربنا سبحانه وتعالى تحمده على ذاته أليس كذلك؟ طيباً أليس ذاته اختيارية؟ لكنها منشأ لأفعال اختيارية فالاختياري هنا إن كان هو المحمود عليه يبقى إما أن يكون اختياري في الحقيقة أو اختياري في الحق فحمدك على الأفعال الاختيارية هذا لا بأس به طب وحمدك على ذات الله وحمدك على صفاته اختيارية ليست اختيارية ولذلك قالوا الاختيار حقيقةً أو حكماً لكن الذات يصدر منها الأفعال وهذه الأفعال اختيارية الخلق والرزق إلى آخره ولذلك ولذلك قال علماؤنا ليدخل الحمد على صفاته الذاتية فإنها اختيارية باعتبار متعلقاتها باعتبار أنها يصدر منها المقدورات والمسموعات والعطاء والرزق وهكذا على جهة التبجيل يعني على طريقة وعلى سبيل هو التبجيل والتبجيل هو التعظيم والتعظيم هو التبجيل فلا يعني يتأتى أنك تثني على أحد خيراً ثم بعد ذلك تضربه لأن هذا لا يكون ثناءً دا إهانة لنبغي أن يكون الثناء صادراً باللسان على الجميل الاختياري مصحوباً بالتبجيل ما تدلوش يعني تفاحة شكراً على ما قدم إليك ثم بعد ذلك تضربه على قفاء لأن هذا ليس على سبيل التبجيل وإنما على سبيل بعبارة المصرين على سبيل الاستعباط على سبيل قال سواء تعلق هذا الجميل بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدية إيه بأن النعم القاصرة والنعم المتعدية الفضائل متعلقة بالنعم القاصرة يعني النعم القاصرة هي التي يتوقف هي التي لا يتوقف لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها إلى الغير كالعلم يتصف به الإنسان وإن لم يعلم أحداً شيئاً قاعد بيقرأ ويتعلم وفي محراب العلم حصل له العلم فحصلت له المعرفة ولكن مع ذلك لم يعلم أحد هذا العلم الذي اتصف به فضائل أم فواضل فضائل لماذا؟ لأنه لا يتوقف حصوله على تعدي الأثر إلى الغير ولذلك وتعلم ودرس ولكن لم يعلم قال والفواضل بالعكس فواضل زي إيه؟ لا يوصف الإنسان بها حتى يتعدي أثرها إلى الغير ولذلك لا يوصف الإنسان بالكرم حتى يتعدى الكرم إلى الغير من أعرف أنك كريم من أين أصفك بالكرم إلا بعد أن أرى منك عطاء بعد أن أرى منك إخراجاً لما في جيبك وإطعاماً للطعام وإكراماً للطيف ووقوفاً وإلى آخره فالفواضل لا بد من حصول تعد الأثر إلى الغير حتى تحصل للإنسان كالكرم هل يسمى الإنسان كريم إلا بعد أن يعني يطعم الناس ويقوم على خدمتهم لا طب الشجاعة قالوا أيضاً الشجاعة كذلك من الفواضل لماذا؟ لأنه لا يسمى شجاعاً حتى يمتحم بالشدائط يعني خش على أسد ماذا ستصنع مع الأسد فإن وقفت وصابرت يبقى أنت شجاع وإن هربت وجريت لا يبقى أنت من الشجاع طب سيبني أكلني وما يبقى خليها أكل كعان طيب وخرج باللسان وخرج بقى باللسان أشياء كثيرة مش عايزين نخش فيه هذا المجال وهذا على سبيل الاختصار والاقتصار طبعاً وعرفاً عرفاً فعل إيه بقى عرفاً؟ يعني الحمد في العرف فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره سواء كان ذكراً باللسان أم اعتقاداً أم محبة بالجنان أم عملاً وخدمة بالأركان طبعاً هنقولها واحدة واحدة فعل فعل يشمل الأفعال التي تصدر من الإنسان سواء كان فعل اللسان بحركته ونطقه بالحمد أو باليد والجريحة أو بالقدم أو بالقلب وهكذا فالفعل هنا يقصد به كل ما يصدر من الإنسان الفعل هنا المراد به الشامل لأفعال الجوارح وأفعال القلب ينبئ يعني يظهر ويدل عن تعظيم المنعم المنعم يعني المعطي الذي تفضل كأخينا الآن أعطى ووضع التفاح في الكوب فأعطيت له هذا القلب مثلاً يعني مش حقيقة ما تقبلوه فأعطيت له هذا القلب والقلب ده دي الوقت بقى غال يعني وأنا أحب الأقلام أعطيت له هذا القلب يبدأ إيه؟ ده فعل أنبأ عن تعظيمي له حيث إنه قد أنعم علي ووضع التفاح في الكوب فاليوم يوم التفاح أو قلت له مثلاً جزاك الله خير إذن فعل باللسان أنبأ عن تعظيمي له من حيث إنه قد أنعم علي أو إنه وضع التفاح لأخونا خيري أو أخونا خيري فأعطيته القلب لماذا؟ تعظيماً وتوقيراً وتقديراً لأنه قد أنعم على إخوتي في الله فسواء أنعم علي أو أنعم على غيري الأمر لا يختلف إنه منعم على الحامد الذي صدر منه العطية أو أنعم على الغير سواء كان ذكراً سواء ذكرت هذا الحامد الذي أنعم علي أو على غيري بلساني ذكراً حسناً أم اعتقدت أنه رجل صالح هو أضع الأكرم هذا أخي وأكرم من بجواري فاعتقدت أنه رجل صالح وأنه رجل طيب يبدأ إيه ده برضك حمد عرفي لأنه فعل بالقلب أنباء عن تعظيم المنعم من حيث إنه قد أنعم على إخوتي في الله أم أنني بعد ذلك يعني ساعدته في دراساته بسبب أنه خدم الناس هذا أيضاً نوع من أنواع الحق طيب مسألة سهلة جداً جداً وبسيط يبدأ الحمد ورثة لها مشايخ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد وغيره سواء كان هذا الفعل حاصل باللسان أو حاصل بالجوارح أو حاصل بالقلب سهلة خالص ثم بعد ذلك قال رب الحمد لله رب هذا شيء لطيف أوف رب قالوا رب أصله رابب رابب يعني اسم فاعل إيه اللي حصل حصل إني الألف حذفت فأصبح رابب طيب ما بتنتطيش كده في اللغة وتقابل حرفان أحده مساكن والآخر متحرك فأضغي مساكنه في المتحرك فأصبح رابب أصلها إيه رابب على أنها اسم فاعل وممكن ما تكونش كمان اسم فاعل ده إحنا بنفكر جوه إيه ما شفناش اللغة وضع اللغة وهو يعني يعني يضع هذه الكلمات وكيف يضعها وإنما احتملت عقولنا ذلك وتصورت هذه الحالة الأولى لعملية وضع اللغة ويصح أن يكون رب صفة مشبهة وإذا كان صفة مشبهة لا حلف حينئذ صفة مشبهة يعني إيه يعني هو موصوف بالتربية والتربية ملازمة له لا تزول عنه أبدا لأن صفة مشبهة لا تزول عن موصوفها وقالوا عنها صفة مشبهة لماذا؟ لأنها شبيهة باسم الفاعل لكن الفرق بينها وبين اسم الفاعل أنها لازمة لموصوفها وأن اسم الفاعل يأتي ويذهب مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين صفة مشبهة فالمالكية سلّه سبحانه وتعالى لا تزول عنه أبدا وأما المالك في غير الله يتصور فيه الإزالة نارضة يمكن يملك ويملك بعد وفر ما يملكش وهو من التربية رب من التربية والتربية معناها أن تأخذ الشيء على مراحل كولدك الصغير يولد يرب بالطعام الشراب شيئا فشيئا فشيئا حتى يبلغ إلى مرحلة يعتمد فيها على نفسه يبقى التربية أن تبلغ الشيء إلى حالة فحالة فحالة إلى أن ينظر ويختص المحلى بأل بالله سبحانه وتعالى عندما تقول الرب يبقى أمين يبقى أمين يبقى أمين بخلاف المضافي لغير العاقل رب الدار ورب الأسرة ورب السيارة ورب الكوب كوب العصير يعني صاحبه حتى يبقى أمين أمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم ربي بل سيدي ومولاي أي لا يقول أحدكم على غير الله تعالى ربي بل يقول سيدي ومولاي ولا يرد قول سيدنا يوسف إنه ربي أحسن مثواي يعني الملك لأن هذا كان شريعة لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ومن معاني الرب على وجه السرعة هكذا أنه المالك لما يربيه فهو سبحانه وتعالى مالك لنا لأنه هو الذي ربانا وأنشأنا وخلقنا إلى آخر ما تعرفون والمسألة ساهم العالمين أصله من العلامة لأنه ما من نوع من العالم إلا وفيه علامة على وجود خالقه العالمين من العلامة فيه معنى الإشارة التنبيه إلى الأصل وما من شيء إلا وهو ينبه إلى مولاه وإلى خالقه سبحانه وتعالى أو هو من العلم فيختص بأولي العلم وهم الإنس والجن والملائكة طيب فلصة من العالمين يبقى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلى الله الصلاة الصلاة من الله رحمة مقرونة بالتعظيم يبقى يبقى صلى الله يعني رحمة نبيه رحمة تشتمل على تعظيم معها تعظيم معها توقير لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة من الملائكة الاستغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم فالصلاة من الله رحمة ومعها تعظيم وتوقير وتفجيل لمن يرحم ومن الملائكة استغفار ومن غير الملائكة سواء كان يعني إنسي جن حيوانات جمدات تضرع ودعاء طيب إيه بقى العلاقة ما بين المعاني دي كلها قالوا العلاقة بين هذه المعاني بأسرها هو الاشتراك اللغز الاشتراك اللفظي يعني إيه الاشتراك اللفظي الاشتراك اللفظ عبارة عن ما اتحد لفظه وتعدد معناه وتعدد وضعه فاهمين ولا مش فاهمين سأل سأل خال أضرب لكم مثال نفظة عين موضوعة لمعنى العين الباصر بوضع مستقل وموضوعة للذهب والفضة بوضع مستقل والمعنى في الأول يختلف عن المعنى في الثاني موضوعة للبئر بوضع مستقل فالمشترك اللفظي العلاقة إيه إيه هو بقى المشترك اللفظي لفظ واحد تحته معاني متعددة بأوضاع متعددة تقول ما اتحدى لفظه وتعدد معناه وتعدد وضعه بمعنى أن لفظ العين موضوعة بوضع مستقل للعين الباصرة وموضوعة بوضع مستقل للبئر وموضوعة وهكذا فالصلاة موضوعة بوضع مستقل للرحمة مع التعظيم وموضوعة بوضع مستقل للاستغفار وموضوعة بوضع مستقل للتضرع والدعاء فيبقى العلاقة ما بين المعاني دي كلها إيه إن كلها دخل تحت المشترك اللفظي والمشترك اللفظي ده له يعني مسائل كثيرة وأحكام متعددة قال لم تتعداش بعلا لكن الصلاة تتعدى بعلا صلى الله على سيدنا السيد من ساد في قومه يعني من وجهاء القوم من عاليته الشعب أو من كثر من كثر سواده سواده يعني إيه يعني جيشه وأتباعه وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه كل هذه الخصاد ووردت عليه كل هذه المعاني صلوا عليه وسلموا تسليما أو من تفزع الناس إليه في الشدائد وهذا هو السيد من تفزع الناس إليه في الشدائد وكانت الصحابة إذا فزعوا من شيء احتموا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل المعاني موجود فيه فهو سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وهو الحليم الذي لا يستفزه غضب يعني الغضب لا يجعله يتصرف تصرفات غير مسؤولة كما نقول بالعبارات الحالية لا يستفزه غضب لا يؤثر فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه هذا وهذا يدل على جواز إطلاق السيد على غير الله سبحانه وتعالى وصلى الله وصلى الله على سيدنا تقولها في كل مكان وفي كل زمان تقولها في صلاتك وفي خارج صلاتك ولا تجرد لا تجرد الاسم لأن تجريد الاسم من السيادة ليس من الأدب الله سلام وليس فيه ضرب من التوقير والتعظيم ورفعة شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إذا تعاملوا مع ملوكهم تعاملوا معهم بعبارات موضوعة في البروتوكولات الحديثة لهذا التعامل تقولون لملككم سيد الملك أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أعلى وأغلى وأحلى وأنقى وأكمل من كل ملوك الأرض حتى الذين يقومون بالعدل والحق فهو أولى بأن يوقر وأولى بأن تتعامل معه بألفاظ يعني موضوعة أو قريبة لذاته وسيد هذه لا تجاري ذاته صلى الله عليه وسلم فذاته أعلى الدوات والصفاته أعلى الصفات صلى الله عليه وآله وسلم وقال علماؤنا يسن التسمية بمحمد محبة في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن سمى ولده بذلك حبا فيه أثابه الله على حبه سمى محمد النبوي وخالد وآحمد النبوي كله كده نبوي نبوي حبا في رسول الله قال محمد النبي وآخر وآخر تعبير بالنبي على الرسول والنبي محمود وغير محمود نبي ونبي 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 وقرئ بهم في السبع ونبوي ونبئين ونبئين وكل له معنى نبي ونبي نبي آب الله بالمت نبي أو نبي 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 فهو بمعنى الخبر النبأ يبقى من يبقى النبي من النبأ والنبأ بمعنى الخبر وهو إما يكون يعني مخبر ومخبر مخبر بكسر الباء طب سيدنا النبي كان مخبر ولا ما كانش مخبر ده كان مخبرا لهذه الأمة بالشرائع والأحكام وكان أيضا مخبرا لأن سيدنا جبريل قد أخبره بأنه نبي ورسول فهو مخبر ومخبر صلى الله عليه وآله وسلم طيب واضحة جدا وأما بترك الهامزة هيبقى نبي نبي يعني إيه من النبوة والنبوة هي الشيء المرتفع ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم صاحب ذات مرتفعة ومقام عالم فأبو تعريف وإيه بقى النبي بقى في الاصطلاح قالوا النبي إسان الإسان يستعمل في الرجل والبر أو بعضهم يقول لا يستعمل إلا في الرجل أوحي إليه أوحي إليه يعني أعلمه فالإيحاء بمعنى الإعلام بشرع يعني أعلمه الله سبحانه وتعالى بالشريعة بطريق من الطرق المعهودة إما بأن ينزل عليه جبريل وإما بأن يجد يعني علما يقينيا ضروريا وإما أن يرى ذلك في المنام وإما وإما لأن طرق الوحي متعددة وكانت شديدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي وأولادي كمان أوحي إليه بشرع شرع يعني بنظام متكامل لنفع البشرية في الحياة الدنيا فيما يخصهم في التعامل بينهم وبين ربهم وفيما يخصهم في التعامل بينهم وبين الآخرين فالشريعة نظام كامل متكامل في العلاقة بين الحق والخلق وفي العلاقة بين الخلق والخلق يعمل به في نفسه يعني أعلم بشرع وبنظام متكامل حتى يعمل به في نفسه وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك قال وآله الطاهرين الآل إما أن يستعملوا في مقام الزكاة أو في مقام الدعاء أو في مقام المتح وعلى كل استعمال من هذه الاستعمالات يختلف المعنى فإذا استعملوا في مقام الزكاة بأن منع الشرع الآل من أن يأخذوا من الزكاة كانوا هم أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاجم وبني المطلق ولا يحل لأحد من آل بيت رسول الله شيء من الزكاة لأنها غسالة أيد الناس ومقام آل بيت رسول الله أرفع وأنقى وأرقى وأعلى من أن يأخذوا غسالة أيد الناس وفي مقام الدعاء إذا أطلق الآل أريد به كل مسلم اللهم أغفر لنا وارحمنا ولأهل البيت وهكذا لأنه إذا أريد به كل مسلم فكل مسلم أحوق إلى الدعاء وفي مقام المتح إذا أطلق الآل في مقام المتح أريد به كل تقيل فهم مختلفون باختلاف المقامات واختلاف الأحوال الطاهرين ليس اللي بعدها الطاهرين ولا اللي بعدها محطة إيه؟ الطاهرين الطاهرين جمع طاهر وطاهر ده اسم فاعل يعني صدرت منه الطهارة أي الخالصين من النقائص؟ آل بيت سيدنا رسول الله خالصوا من النقائص سواء النقائص الحسية أو النقائص المعنوية فهم مرتفعون عن كل سفاس في الأمور هذا شأنهم وهذا حالهم قال بعد ذلك وآله الطاهرين ثم قال بعد ذلك وصحابته عندك حاجة مختلفة؟ لا وصحابة لأجمعين طب من لسه هو في الصحابة بس واحدة واحدة عليك وحنا ممكن نقولك وصحابة وأجمعين وخلاص كده نقلب عايزين نقلب؟ بالضبط في خمس ستة شهر أخلصتكم تلتة شهر أخلصتكم الكلام ده بس وديكم جميل إجازات فيها لكن هنعمل في الآخر ما نمسك واحدة واحدة كده بس طبعا مع مراعاة المبتدئين ما تقلقوش هو بس المقدمة دايما أنا فأعرفش أخطف نفسي في مقدمات الكتب حتى ولو ما تنقى بشجاع لابد أن أنا أعود كده يعني إيه أقولي اللي في قلبي في البداية وصحابته جمع جمع وهم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به بعد نبوته في حال حياته اجتماعا متعارفا عليه بأن يكون على الأرض على العادة بخلاف ما كان في السماء وما كان بين السماء والقرض يبقى هم مين من اجتمع يبقى كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء أبصره أو لم يبصره وسواء رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يره فكل من اجتمع يبقى محض الاجتماع مؤمنا يعني اجتمع هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا برسالة ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومقرا بها في حال حياة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يخرج ما كان بعده الانتقال ولذلك من رأوه في اليقظة ورأوا المثال لا يسمون صحابه ومن رأاه في المنام حتى وإن رأاه كل ليلة فهذه النعمة من عند الله سبحانه وتعالى ولكن لا يسمى صحابه بعد نبوته خرج من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة اجتماعا متعرفا عليه خرج الاجتماعات غير المتعرف عليه كما حدث في ليلة الإسراء والمعراض وهناك بأقال الموت على الإسلام شرط لدوام الصحبة يعني هذا بإنه هو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ممونا به بعد نبوته واجتمع متعرفا عليه ثم بعد ذلك ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام هيسمى صحابه لأن الموت على الإسلام شرط لبقاء اسم الصحبة عليه لا لبقاء أصلها ثم قال بعد ذلك وصحابته أجمعين أجمعين دي تأكيد تأكيد لكل الأصحاب وتأكيد لكل آل البيت قال القاضي أبو شجاع هو ألوة لا لسه ما أجل إيه دا احنا بنشرح في مش اللي جوه دي أبو شجاع أخوان مش الناسخ اللي يقال كده طيب أنت عندك إيه؟ قال القاضي أبو شجاع بس نفترض أنه قال طيب خلاص افترض أنه قال مخسرنش حاجة قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين أحمد بن أحمد وطبعا وضع الهمزلية وضع الألف ابن هذه أحمد بن أحمد الأصفهان تكلمنا عنه رضي الله تعالى عنه سألني سألني أي طلب مني لأن السؤال معناه الطلب فالمساوي الطلب منه يسمى سؤال الأصدقاء والأصدقاء جمع صديق سألني بعض الأصدقاء الأصدقاء جمع صديق والصديق هو يعني من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك ومن يخلص لك في المحبة هذا هو الصديق بعض الأصدقاء مش كل الأصدقاء ده طلب منه بعض الأصدقاء الوفيين له حفظهم الله حفظهم يعني حرسهم من الشدائد والمكرهات وهذه جملة دعائية وإن سيقت بسياق الخبر وإن وضعت في ألفاظ وقوالب الخبر إلا أنها جملة دعائية دعائية إنشائية اللهم احفظهم وده بقى ضرب من ضروب الأدب أن تدعو لنفسك وأن تدعو للآخرين هذا ضرب من ضروب الخير وحب الناس بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أي ارتفع وتنزع عن كل النقائص أن أعمل أعمل يعني أؤلف أن أعمل يعني أؤلف أن أعمل يعني أؤلف مختصرا وأعمل أن أعمل يعني أن وأعمل مؤولة بعمل عمل وواقع موقع المفعول الثاني ما هو سألني سألني إلياء هنا هي المفعول الأول وأن أعمل المفعول الثاني يبقى سألني سأل بعض الأصدقاء إيايا عمل مؤلفه بس كثيرا ولذلك كنت بتقرأ حاول تحلل اللافظ يشوف الدنيا ماشية إزاي بارك الله فيك وأكرم والديك مختصرا المختصر كما يقولون اسم مفعول من الاختصار اختصر مختصرا يعني هو الشيء الذي وقع عليه الاختصار أن أعمل أي أن أؤلف مؤلفا مختصرا والمختصر فيه تأويلات وتعبيرات كثيرة جدا كلها متقاربة المعنى ومن أرشقها تكثير المعاني مع تقليل المبالي يعني أن آتي بعبارات قليلة تحمل معاني كثيرة أن أعمل مختصرا في الفقه طيب طيب يبقى فيه الفقه فيه هنا متعلقة بشوية بقى كده يعني عشان يعني عاديش وتعلم كده أن أعمل أن أعمل مختصرا في الفقه يعني أن أعمل في الفقه أو مختصرا في الفقه يبقى كأننا نقول بأن في الفقه تنازعها عاملان العامل الأول أعمل في الفقه يعني أعمل بمعنى أؤلف والثاني أختصرا في الفقه فتنازعها عاملان آتوني أفرغ عليه قطرا فآتوني أفرغ عليه قطرا قطرا هذا من قبيل التنازع يتقدم عاملين ويتأخر معمون كل يستدعي ويطلب هذا المعمون إيبقى ده يسمى مشايخ تنازع تنازع يعني في نوع من أنواع الاختلاف والشجار على شيء هذا يطلبه وهذا يطلبه فده يسموه إيه وله أحكام مختلفة في النحو وله حالات متعددة أن أعمله في الفقه مختصرا في الفقه آتوني قطرا أفرغ قطرا فنعمل إيه با في أحكام كثيرة قالوا إما أن إحنا نجعل أفرغ قطرا يعني قطرا هذه يأخذها العامل الثاني ونقدر في العامل الأول يعني قطر وإما أن نقول بأن آتوني تأخذ قطرا المذكور وأفرغ يقدر فيها تحتمالات يقدر لها قطرا والأصواب أن الثاني هو الذي يأخذ العامل والأول يقدر له عامل مثله طيب كلام رطيف وكلام علم منيف في الفقه في الفقه يبقى المؤلف كائن في الفقه حاصل في الفقه طيب وإش هو الفقه الفقه نقول بقى لان ده خلام ده الفقه لغة اختلف العلماء فيه على ثلاث معنى المعنى الأول أن الفقه مطلق الفهم سواء كان للأشياء الدقيقة أو للأشياء غير الدقيقة تقول فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا هذا ضرب من ضروب الفقه مع أن فوقية السماء وتحتية الأرض من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى تأمل ولا إلى أي شيء فقهت مدنى أبي شجاع آه دائم أيضا يطلق عليه الفقه لأنه يحتاج إلى تأمل وإلى وإلى فالفقه مطلق الفهم وقيل فهم الأشياء الدقيقة فلا يقال فقهت أن الأرض فوقنا وأن السماء تحتنا ينفع الكلام هذا اشتر معنا فلا يقال أن السماء فوقنا ولا أن الأرض تحتنا لأن فوقية السماء وتحتية الأرض لا تحتاج إلى ضرب من ضروب التأمل وإلى وإلى فلا يستعمل في مقابلتها ولا يستعمل فيها الفقه ولكن تقول فقهت متن أبي شجاع فقهت غاية المأمون فقهت يعني شرح المحل على الورقات فقهت المنهاج نعم لأن هذه أشياء يعني من شأنها أن تكون دقيقة وتحتاج إلى إعمال فكر وإلى تأمل وإلى وإلى وبعضهم قال الفقه هو عبارة عن فهم مراد المتكلم من كلامه فإذا أدركت ووصلت إلى مراد المتكلم وإلى مقصده من كلامه كان ما وصلت إليه مما يصدق عليه ويطلق عليه فقه يبقى إما أن يكون الفقه الفهم أو فهم الأشياء الدقيقة أو فهم مراد المتكلم من كلام والفهم هو معرفة معنى الكلام فهم يعني إيه يعني إن حضرتك تدرك معنى الكلام يبقى إدراك معنى الكلام هو الفهم لكن الراجح وما ذكره جمهور العلماء أن الفقه مطلق الفهم وفي الاصطلاح قالوا العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية ما أنا قلت إيه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية أو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد عايز تعرف تاني ولكن حتى نجلس مع كل تعريف يبقى إن شاء الله يعني يوم القيامة ولكن إن شاء الله في كتاب الآخر نبحث هذه التعريف بضرب من يعني التوسع أصلح الله لكم الحاج وأبان لكم المقال على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومثواه وهو الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة ده ده كان من أهل الحديث ومن أهل الفقه ومن أهل التفسير ومن أهل اللغة ومن أهل ومن أهله فالشافعي حجة في كل فن أنتم متعصبين والله في الحقيقة مش تعصب والله الشافعي كان حجة في اللغة لم يتوفر لأحد من الأئمة مثلما توفر للإمام الشافعي فقد تبحر تبحر شديدا في اللغة حتى أن جهابذة اللغة كانوا يصححون دواوينهم على الإمام الشافعي وما الأصمعي من ذلك ببعيد وكان الإمام الشافعي يعني عنده نقادة اللغة وكان عنده حسن فهم وحسن كتاب وحسن الصياغة والذي كتباه إليكم لو كتباه بالعربية الفصحة التي أخذها من البدوي الأقحاح ما فهمها أحد ولكنه أراد أن يكتب بلغة دارجة يفهمها الناس وكان يحفظ ألاف الأشعار اقرأ في ملاقب الإمام الشافعي وأنت تدرك من هو الإمام الشافعي وهو الإمام الأعظم فهدولك محنيفة الإمام الأعظم ما فيش مانع يعني ولا خلافة في هذا ولا يعني تعارض هذه المسميات وهذه الأوصاف المجتهد يعني المجتهد اجتهادا مستقلا اجتهادا مطلقا ناصر السنة لأنه كان يدافع عنها ولأنه كان ينقبحها ولأنه كان يستنبط منها وكان يجلها وكان يقدرها ناصر السنة والدين ورافع أمر الدين والشريعة الإسلامية أبي عبد الله اسمه محمد بن مدريس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن العباس ابن عثمان ابن شافع شافع هذا كان صحابيا الشافعي ولد بغزة فلسطين سنة خمسين ومئة مية وخمسين ومات رحمه الله تعالى مية متين واربعة عاش أربعة وخمسون عاما حالة بسيط وكون هذه المدرسة التي يعني تعبد بفقها جميع أهل الأرض جميع أهل الأرض يعني ده بجاس لأنه في حنابلة وفي حنابلة يعني وفي ملكية على مذهبي قالوا المذهب لغة اسم لمكان الذهاب مذهب يعني المكان الذي يذهب منه الإنسان ثم استعمله فيما اعتقده الإمام من الأحكام مجازا إبقى ماذا بالإمام الشافعي يعني إيه يعني آراء الإمام الشافعي التي اجتهد فيها وتحصل عليها باستخدام الأدوات طب الشافعي نسبة إلى شافع وهو جده الثالث رحمة الله ورضوانه عليه رحمة الله تعالى عليه ورضوانه رحمة الله تعالى عليه ورضوانه أيضا جملة دعائية أريد بها أن يدعوه لهذا الإمام الذي له أيد على كل إنسان ينتمي إلى مذهبه ويعمل بآرائه رحمة الله يعني اللهم مرحب وأنزل عليه سحائب رحمتك وارفع قدره ومقداره ورضوانه أي ورض عنه قاله رحمة الله تعالى عليه أي على الشافعي ورضوانه أيضا على الشافعي في غاية الاختصار يعني في آخر مراتب الاختصار وهي تقليل الألفاظ يبقى في غاية الاختصار معناها إيه؟ يعني في آخر مرحلة من مراحل الاختصار والذي بعدها لا يكون اختصاراً وإنما يكون محه ونهاية الإيجاز يعني الإيجاز ما ينتهي إليه الشيء فهو تقليل الألفاظ وهو قريب من معنى ما قبله يعني وقيل وهذا هو الحق العلاقة بين الغاية والنهاية الترادف لأن الغاية آخر الشيء والنهاية ما ينتهي إليه الشيء والاثنين واحد آخر الشيء وما ينتهي إليه الشيء ما الاثنين واحد مشاخ الإسلام والإيمان والإحسان يقربوا على المتعلم درسة يقرب يعني يا مشاخ الإسلام أي يسهل تعلمه على المتعلم يعني هذا الشرح هذا المتن وهو متن أبي شجاع غاية الاختصار يسهل على مريد العلم وعلى طالبه أن يتعلم وليس المراد على المتعلم بالفعل على مريد التعلم يعني هذا الكتاب يسهل على مريد التعلم التعلم اقرأ في الكتاب كده الوحد هتلاقيه زي سلاسل الذهب مثل سلاسل الذهب قال علماؤنا التوفيق المختص بالمتعلم ينحصر في أربعة أشياء عشان طالب العلم يكون من أجل أن يكون طالب العلم طالبا موفقا لا بد فيه من أربعة أشياء ذكاء القريحة يكون نبيه اللي منكم مش نبيه يروح مش يروح يا النهار لا يروح هناك بلدنا بس كلكم نبهاء إن شاء الله قول اللهم أمين وطبيعة صحيحة يبقى مستقيم صاحب طبيعة مستقيمة وعناية مليحة يكون عنده همة وعناية بطلب العلم مش يقول لك أصل النهاردة يعني كان عندي صداع فما حضرتش الدرس أصلا يعني جاني ضيف من مش عارف منين فتركته من أجله الدرس تبقى طالب علم خايد ولن توفق ومتى توفق إذا كان عندك عناية ها مليحة عناية جيدة بطلب العلم حضور الدروس قراءة للطلاع حفظ المعلومات السعي في تكوين الملكات ما عندكش كده يبقى أنت يعني بين رحمة أرض رب الأرض والسماوات ومعلم دون صيحة إذا أراد الله بطالب العلم توفيقا يرسل إليه معلم ها ينصحه دائما ويشده إلى دروس العلم وإلى الاطلاع وإلى المذاكرة وإلى 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 التعليم وهكذا والحمد لله ومعلم دون نصيحة بارك الله فيها أمين العيالة ارتاح المعلم أن يكون طالب العلم صاحب عقل وأن يكون حسن الفهم يعني يفهم الأشياء على مراد قائلها أن يكون عاقلا مؤدبا مؤدبا يعني مش طالب علم يتعلم وبعد ذلك يظهر قلة الأدب ويظهر يعني التبر من شيخه وعدم الاعتراف به ورأينا من طلبة العلم أسوأ ما رأينا الطالب تعلمه وتعطيه وتساعده في أن يعمل ثم بعد ذلك هو يبادلك الرأس بالرأس طالب ربنا إن شاء الله يديك خلينا مع العلم لا أعجب أن نفتح هذه الجراح قال العقل والأدب وحسن الفهم وإذا جمع جمع المعلم ثلاثة خصال فقد تمت النعمة على المتعلم يبقى إذا جمع المتعلم ثلاثة خصال تمت النعمة على المعلم أن يكون طالب العلم عاقل ومؤدب وحسن الفهم وإذا جمع المعلم ثلاثة خصال فقد تمت النعمة على المتعلم أن يكون صبورا يصبر على طالب العلم مرة واثنين وثلاثة ويشرح لغاية أما ربنا يغدو والتواضع أن يكون متواضعا مش متكبر على طالب العلم بس فيه حاجة غريبة أحيانا طالب العلم لا يحب إلا الشيخ المتكبر والله هو يبحث عنه ولولا أننا نسجل ولولا أننا في هذا الجمع العظيم لأعطيناكم من الجزئيات ومن الأمثلة المنقحات ما يؤدي إلى تشييب الشعور إلى ما شاء الله الصبر والتواضع وحسن الخلق أن يكون المعلم إنسان حسن الخلق الله أمج عني كذلك ثم قال بعد ذلك وَيَسْهُلُوا عَلَى الْمُبْتَدِي حفظه كل ديت من جملة ما سؤل كل هذه الأشياء من جملة المسؤولة عنه ويسهل على المبتدي حفظه أي يتيسر على المبتدي أن يحفظ هذا الكتاب والحفظه ضد النسيان وليس الحفظ يعني مستعملاً في معنى أن تحفظه من الإدلاف ولكن حفظه معنى إيه إن أنا أحفظ عن ظهر قلب وأن أكون متذكراً له مستحضراً له وأن أكثر فيه من التقسيمات وهذا أيضاً من جملة المسؤول سؤل أن يكثر فيه من التقسيمات التقسيمات جمعوا تخسيباً وهي إيه بأى التقسيم عبارة عن ضم قيود إلى أمر مشترك ليحصل منها أقسام متعددة أضرب لك مثال لطيف جداً نحن نقول إنه يضم قيود إلى أمس عام فإذا ضمت إلي هذه القيود حصل من كل قيد قسم عندي الماء ده أمر عام لأنه يشترك فيه أجزاءه كثيرة ضممت إليه الإطلاق يصبح إيه ماء مطلق اكتب كده هنا ماء وبجوارها مطلق هقولك من اللي معاكوا الراسة اكتب ماء جميل واخد كده سهم اكتب جنبه مطلق وانزل بسهم تحت واكتب جنب الماء المطلق بعد كده بقى تكتب ماء اكتب جنبه مستعمل ماء اكتب جنبه مقناجس ماء اكتب جنبه متغير دي تقسيمات ولا مش تقسيمات التقسيمات عبارة عن ايه ضم قيود الى امر مشترك يحصل مع كل قيد من القيود قسم فاذا ضممنا الاطلاق الى الماء حصل قسم اسم الماء المطلق واذا ضممنا الاستعمال الى الماء حصل قسم اسم الماء المستعمل واذا ضممنا النجس الى الماء حصل قسم اسم الماء النجس وإذا ضممنا البحر إلى الماء يبقى حصل قسم اسم ماء البحر ضممنا النهر يبقى ماء النهر كل هذه أقسام يبقى وأن أكثر فيه من التقسيمات تقسيمات جمع تقسيمة أذكر الماء المطلق والماء المستعمل والماء البحر وماء السماء وماء النهر وهكذا كل هذه تقسيمات واضحة جدا معا طيب بعد كده قال إيه مشاكل إسلام والإيمان خلال دي كده حصر الخصال حصر الخصال يعني إيه حصر الخصال يا مشاكل إسلام قال حصر الحصر معناه في اللغة هو جمع كل أفراد الشيء ده معناه كده في اللغة حصرت الشيء يعني جمعت كل أفراده الحصر جمع أفراد الشيء بغير أن يخرج منها فرد ده الحصر طيب هو فعل هذا في الكتاب لا ولكن ليس هذا هو المعنى اللغوي ليس هو المراد والمستعمل في هذا الموضع وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال الذي سأله لم يسأله أن يجمع كل أفراد الشيء وإنما سأله معنى مجازي من الحصر وهو الضبط يعني أن يذكر الأشياء بضوابطها يقول لك مثلا وسنن الوضوء عشرة ويذكر منها شيئا وهكذا يبقى الضبط معناه إيه هنا معناه مش حصر كل أفراد الشيء وإنما المراد منه أن يذكر الأشياء مضبوطة معدودة هكذا قال الشراح والخصال جمع خصلة وهي الحالة إما أن تكون يعني موصوفة بالمتح وإما أن تكون موصوفة بالذنب تقول خصلة ها يعني مذمومة أو خصلة ممدوحة وأن أكثر فيه من الخصال يعني من ذكر الأوصاف وهكذا فأجبته بعد كده إيه فأجبته والفأ هنا دي للإيه للتعقيب يبقى سألني فأجبته طبعا كيف أجابه يعني معناها أنه هو وعده بأن ينفذ أو المسأله وتقريبا كانوا وعدين مع بعض بعض الصلة قال له سيدنا اعمل لنا كتاب فيه وفيه وفيه قال له أوعدك على طول إن أنا أعمل كتاب وقيل أنه شرع فورا في الكتاب بحسب إيه بحسب التعقيب في مثل هذه الحالات لأن التعقيب في كل شيء بحسب فأجبته فأجبته يعني نفذت مطلوبه إما بالوعد وإما بالتنفيذ على حسب العادة فأجبته التأل الفاعل والهاء للمفعول يعني فأجبت السائل وإجابة السائل أمر ممدوح حض عليه الشرع إلى ذلك ذلك اللي هو يا مشيخ اللي هو التأليف وأن أكسر فيه من التقسيمات وأن أفعل فيه كذا وكذا طالبا يعني طالبا وقعت هنا حال يعني أجبته حال كوني طالبا الطلب يعني السؤال للثواب والثواب متعلقة بالطلب يعني أطلب الثواب طالبا للثواب وطالبا للثواب قالوا الإنسان إذا عمل العمل فهو على ثلاثة أقسام إما أن يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فقط وإما أن يعمل العمل ويريد به ثواب الآخرة والهرب من العقاب فهذه مرتبة وإما أن يعمل العمل ويريد به حظا من الدنيا وعرضا من حطامها وهذا حرام فأما الدرجة العليا هو أن تعمل العمل لا تبتغي به سوى وجه الكريم لا تريد به ثوابا ولا تريد أن تفر من عقاب وهذه هي الدرجة العليا في العمل وهي ممنوحة وممنوح أهلها وهم الخلص الكاملون في علاقتهم وطريقهم مع الله سبحانه وتعالى وهذا كان شأن الأنبياء أنهم كانوا يعبدون الله لله على حب والدرجة الثانية وهي درجة أيضا لا بأس بها في الشريعة غير أنها ليست كالدرجة التي قبلها وهو أن يعمله طلبا للثواب أي ثواب الآخرة وهربا من عقابها وهذا هو الذي نص عليه الشيخ هنا ودي مقامات وهناك فئة أخرى تعمل للدنيا يقرأ صورة الواقعة من أجل أن يكون غنية في كده نص على هذا الشراح طب هيحصل للغن ولكن قرأ لغير وجه الله كالذي مثلا تعلم العلم ليقال عالم وقرأ القرآن ليقال قارئ فهؤلاء أول ومن جاهد كذلك ليقال مجاهد ويقال فيه إنه شجاع وجديد وهؤلاء أول ثلاثة تصعر بهم جهنم والعياذ بالله راغبا بعد ذلك قال طالبا للثوادي راغبا راغبا هل تعربوها يا مجاي من اللمعان هل من إيه راغبا فيه صاحب الحال معطوف على الصالب ايه معطوف على الضار فين فين العطف لم يذكر يعني حرف عطف تقديري يعني يا راج هو كلامك يعني بصراحة تعذر فيه لأنك مش عربي دا حال ثانية حال برضك من قوله أجابته أجبته حال كوني راغبا أو يعني أطلب أنا الثواب حال كوني راغبا فممكن تجعلها حال من فاعلي أجبت وممكن أن تفعلها حال من فاعلي طالبا هكذا قال الشراح بضربنا في الحط عشان أقوله الشراح ويسكن ومعنى الراغبة يعني السؤال يعني سألته متوجها سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعني تنزه وتمجد وتعظم راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب الصواب هنا المراد به مش الصواب المعلوم في علم العقيدة الصواب المراد هو أن يصيب مذهب الإمام الشافعي كما عليه أصحاب الشافعي والمراد به ما هو مذهب الشافعي في الواقع وإن لم يكن رأي الشافعي هو المراد عند الله لأن يعني المصيب واحد يبقى طالبا للثواب طالبا للإيام الشايخ في التوفيق للصواب وتعالى في التوفيق للصواب التوفيق معنى أن يوافق الصواب وأن يقابل الصواب وليس المراد من التوفيق هنا هو خلق القدرة في العبد للطاعة وتسهيل سبل الخير يبقى التوفيق للصواب التوفيق معناه في علم الكلام هو خلق القدرة في العبد على الطاعة وتسهيل سبل الخير له لكنه لم يرد هنا هذا المعنى وإنما أراد من الإصابة هو الموافقة يعني أن يوافق الصواب وإيش هو الصواب يعني الأراء التي هي في المذهب وما عليه الإمام الشافعي وإن لم يكن ما عليه الإمام الشافعي هو الموافق لما عند الله سبحانه وتعالى إنه على ما يشاء قدير إنه على ما يشاء قدير القدرة هنا معناها المشيئة هنا معناها الإرادة وهي صفة وجودية قائمة بذاته سبحانه وتعالى تخصص الممكنة ببعض ما يجوز عليه كالوجود والعدم والضيار هي دي المشيئة المشيئة هي الإرادة والإرادة صفة وجودية حتى يخرج الصفة العدمية تأخذه سنة ولا نوم قائمة بذاته سبحانه وتعالى تخصص الممكنة الممكن الذي يجوز عليه الوجود والعدم ببعض ما يجوز عليه فخصصتنا فأوجدتنا وخصصتنا فأماتتنا بعد حياة خصصتنا فأعطتنا هذا اللون وهكذا وقدير يعني أتام القدرة لأن قدير فعيل من الصيغ التي توضع للمبالغة والمبالغة هنا معناها تمام القدرة وبعباده لطيف خبير العباد جمع عبد وهو إنسان سواء كان حرا أو كان رقيقا والعبودية كما يقولون طرف الاختيار وعدم منازعة الأقدار والثقة بالفاعل المختار ده عايزة ضربة عايزة شغل ليلة نهار محتاج إلى تربية حتى تصل إلى درجة العبودية لنت محتاج إلى تربية ولذلك شوف سيدنا عندما وصفه ربه قال سبحانا الذي أسرى بعبده فكرمه من جهتين أسرى بعبده أنه وضعه في مقام العبودية وأضافها لنفسه سبحانه وتعالى والعبودية هي ترك الاختيار أن لا يكون لك اختيار مع ما يجري عليك من أقدار مولاك سبحانه وتعالى وعدم منازعة الأخطار يعني الرضا الرضا بالقلب رضا تام وكامل بكل ما يقع عليك والثقة بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه وتعلق القلب به لا بسواء من بقى العبد طيب فعندما قال له سبحانه الذي أسرى بعبده ده عبده ده الصافي الكامل المكمل الذي ما تعلق قلبه إلا بالله والذي ما توكل إلا على الله والذي ما وثق في أحد إلا في الله والذي ما طرأ عليه من قدر إلا وكان قلبه بردا وسلاما لأقدار ربه سبحانه وتعالى وما نازع ربه سبحانه وتعالى في أي قدر يقع له وعليه وترك فعله واختياره والتدبير ألا تدبر اللطيف القبير إسمان من أسماء المولى سبحانه وتعالى اللطيف العالم بخفيات الأمور ويلزم من العلم بخفيات الأمور أن يكون عالما كذلك بالأمور الظاهرة سيد ممكن التعريف التعريف العلم والثقة بالله طب من أولته أي ترك الاختيار وعدم نازعة الأخضر والثقة بالفعيل المختار وده خط ده شوف خط حين معاك شعفين مده خط انتهينا من يعني المقدمة ننطلق بعد ذلك في أحكام الزق قال كتاب الطهارة كتاب الطهارة كتاب الطهارة ده مضاف ومضاف إليه طيب يبع عندي الكتاب ده مضاف والطهارة ده مضاف إليه الشراح يقولون هذه الترجمة فيها أربع إعرابات كتاب الطهارة كتاب الطهارة كتاب الطهارة كتاب الطهارة أربع إعرابات كتاب الطهارة ده مهتدأ وأين الخبر محذوب تقدير كتاب الطهارة هذا محله هذا هو الإعراب الأول كتاب الطهارة خبر وأين المهتدأ محذوب تقديره هذا كتاب الطهارة هذا هو الإعراب الثاني كتاب الطهارة يعني تعلم كتاب الطهارة يعني مفعول لفعل محذوب تقديره تعلم كتاب الطهارة الرابع كتاب الطهارة وهذا كما يقول الشراح أضعفها لماذا قالوا لأن العرب لا تعمل حرف الجر محذوبا كأنه قالوا في كتاب الطهارة لكنهم حذفوا حرف الجر قالوا لا العرب إذا حذفت حرف الجر نصبت على نزع الخط وهذا هو أضعفها وقالوا عرفت الأربع إعرابات ثم بعد ذلك وقع مفاضلة بين إعرابين من هذه الأربع أيهما أولى وأيهما أحسن ذكرها الشيخ الإسلام البغوري في كتاب المسمى فتح رب البنية كتاب الطهارة قالوا على حذف مضافين يعني كتاب بيان أحكام الطهارة في مضافين هناك مضافان محذوفان مقدران في العبارة كتاب بيان أحكام الطهارة الشرح الغزي نبه على حرف واحد فقط فقال كتاب أحكام الطهارة لا ده بيان كتاب بيان أحكام الطهارة الكتاب لغة معناه الضم والجمع تكتب بني فلان إذا ضم بعضهم إلى بعض واجتمع يبقى الكتاب معناه الضم والجمع طب في فرق ما بين الضم والجمع قالوا الجمع أعم والضم أخص لأن الضم لابد أن تكون فيه ممساة بين المضمومين والجمع أعم لأنه قد يكون يعني بين أطرافه ممساة وقد يكون هناك ممساة يعني أنا والشيخ خيري الآن مجموعين قاعدين بكوار بعض بس ما فيش ما بيننا ممساة إذا اجتمعت أنا وهو هكذا وانضم بدني إلى بدنيه كان ذلك ضم لكن كده حصل اكتال اجتماع طب وكده حصل اجتماع بس مع الضم يبقى الضم والجمع الجمع يشمل الضم ويشمل الاجتماع بغيره ممساة فالكتاب موضوع للضم وللجمع وهو مصدر كتب كتابا وكتابة طيب اعرفنا انه مصدر طب الطهارة قالوا الطهارة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي الطهارة لغة معناها النظافة النظافة والابتعاد عن الاثناس الحسية والمعنوية الطهارة هي النظافة من الاقدار الحسية والمعنوية الحسية كأن تتنظف من كل ما لا ينبغي ومن كل يعني نجس ومن كل مستقدر والطهارة ايضا تستعمل بمعنى النظافة من الادناس المعنوية كالحقد والحسد والغل وهكذا فالطهارة معناها النظافة من الاخدار حسية كانت او معنوية الحسية يعني كالدم والكل مستخدر والمعنوية يعني كل الصفات القبيحة النفسية طيب والطهارة شرعا كما يقول الشرح هنا فيها تفاسيه كثيرة ومعاني يعني مجملة منها رفع الحدث وإزالة النجس كما عرفها في المنهاج الضارة رفع الحدث وإزالة النجس رفعوا الحدث إيش هو الحدث قالوا الحدث هو كل ما وجد بعد أن لم يكن لغة وأما الصلاحا فهو أمر اعتباري يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص أمر اعتباري يعني أمر اعتباري يعني أمر يعتبر بعضهم يقول أمر يعتبره العقل الحدث أمر اعتباري يعني أمر يعتبره العقل ولا وجود له في الخارج بعضهم يقول هذا وبعضهم انتقد هذا التعليف لكن اجعلنا على هذا لأنه مش على الشيخ البجول قال أمر اعتباري هذا الأمر الاعتباري قائم بالأعضاء أنهي أعضاء قالوا إذا كان في الحدث الأصغر فهو قائم بأعضاء الوضوط وإذا كان في الحدث الأكبر فهو قائم بكل البدم إذا أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة يمنع صحة الصلاة هو الأمر الاعتبار لمانع ولا المنع حصل عنده لأن المانع من الصلاة عند وجود الأمر الاعتباري هو المشرع هو الله لكن أضاف هنا المنع إلى السبب إذا هو أمر آه يعني شيء موجود اعتبره العقل قائم بالأعضاء قائم بعضاء عقل تتصف تتصف به الأعضاء مانع من صحة الصلاة لو حضرتك كده أحدث ثم بعد ذلك قمت وقلت الله أكبر هل يعني هذا يحسب لك أو تنعقد صلاتك لا لماذا لأنك محدث وليس هناك عذر يجعلك تقبل على الصلاة مانع من صحة الصلاة يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص فإن وجد مرخص من المرخصات المعروفة المعهودة التي سنتكلم عليها بعد ذلك فإنه لا يمنع لوجود العضل عدم الماء كان مريضا مرضا يمنع من استعمال الماء فإنه حينئذ له أن يعني يتيم لم يجد الماء ولم يجد الطراب كأن كان مسجونا بمكان لا ماء فيه ولا طراب فإنه يصلي على حاله وحينئذ لم يمنعه الحدث من الصلاة لوجود العذر إذا أمر اعتباري قائم بالأعضاء مانع من صحة الصلاة حيث لا مرخص بعض يعني العلماء يقول هو ليس أمرا يعني اعتباريا بمعنى أنه معتبر في العقل فقط لا بل هو أمر موجود وكان كبار الصالحين يرونه فكان سيدي علي الخواص يراه في المغطس المغطس اللي هو المكان الذي كان يترضاه فيه الناس كان بيشاف عليه لونجد ولكن هذا يعني لبعضه يبقى الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس والنجس بمعنى يعني النجاسة يعني وإزالة النجاسة والنجاسة إما أن تكون حسية وإما أن تكون حكمية فالنجاسة الحسية هي التي تدرك بالحواس تدرك إما بالرؤية إما بالشام إما بالذوق إما باللمس يعني بأحد الحواس المعودة المعروف وإما حكمية بأن لم تدرك بأي حاسة من هذه الحواس عندما يحصل أن تصطدم يدك مثلا على سبيل المثال بكلب مع توسط رطوبة بينكما الكلب مبلول أو أنت مبلول ولامسك بجسمه وجسمه عندنا معاشر الشافعية نجس إما حصل في ملامس الكلب المكان الذي لمسه الكلب حصل أنه تنجس ولكن نجاسة نجاسة حكمية يعني نجاسة حكمية يعني ليست حسية وليست مدركة بأحد الحواس المعهودة وإنما هي عبارة عن وصف أيضا قائم بالمحل مانع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ويجب إزالتها على الصفة والطريقة التي سنقول عنها بعد ذلك كيف كتاب الطهارة عرفنا الطهارة لغة وعرفنا الطهارة إصطلاحا أو الطهارة شرعا رفع الحدث وإزالة النجاس وقيل الطهارة فعل ما تستباح به الصلاة أو ما يقوم مقامها وكان هناك تعريف كثيرة وكل تعريف من التعريف وراءه كلام طويل ولا نريد أن نقف كثيرا أمام التعالي هداب الطهارة وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل المياه التي يقوز بها التطهير والحمد لله رب العالمين